موسيقى 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 أهمية دم المسيح أهلاً وسهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح أهمية دم المسيح هذا الموضوع يعتبر واحد من أهم الموضوعات في الكتاب المقدس وهذا الموضوع مهم جداً بيتعلق في خلاصنا السؤال دايماً الذي يطرح لماذا الدم ولماذا اختار الله هذه الطريقة وما هي أهمية دم المسيح وما هي الفاعلية لدم المسيح وما هي الفوائد والبركات التي نجنيها من خلال دم المسيح وهل عندما نتكلم عن دم المسيح نقصد أن الله هو إله دموي أم أن الله يريد أن يكلمنا برسالة خاصة رسالة مهمة من خلال الإعلان الكتابة إعلان الوحي يقول الكتاب المقدس بدون رؤية بدون رؤية يعني أنا بحب هذه الكلمة في لغتها الأصلية بدون حزون حزون بتعني أوراكل أو بتعني الوحي الكتابي الإعلانات الإلهية يجمح الشعب وأنا بصلي اليوم وإحنا نلقي الضوء على هذا الموضوع المهم أن الله ينير عقولنا ونفهم أهمية هذا الموضوع ونشوف الفوائد والبركة اللي ممكن نحصل عليها من خلال هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهمية دم المسيح أهلا أحباءنا مشاهدين في كل مكان أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة ويصرنا أن نستضيف هو مش ضيف هو صاحب مكان الأخ المبارك رجل الله الأخ يوسف رياض الأخ يوسف طبعا غني عن التعريف بتشاهدوه بتشوفوه على القنوات الفضائية له مؤلفات وكتب عديدة وإحنا محظوظين ومتباركين طبعا بفترة وجوده معنا اليوم حتى كلمنا عن هذا الموضوع المهم أهلا وسهلا أخ يوسف أهلا بك خانزار طبعا أنت لك خادم لك سنين عديدة أنا مش رح أحكي قديش عمرك ولكن أكيد هذا الموضوع يمكن بمر في ذهنك بشكل يومي لما بتسمع في البداية أهمية الدم ماذا يخطر في بال أو في ذهن الأخ يوسف رياض ما قاله الله أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة الرب أدى الدم وهو سيمبل للحياة يعني الدم في حياة الكائن الحي ولذلك منع الله قبل النموس وبعد مجيء الروح القدس في أعمال خمستاشر وفي تكوين تسعة منع تداول الدم الدم ده بتعربنا لأنه أعطانا الدم للتكفير عن نفوسنا لذلك فإن هذا الدم مهم جدا لكني أقول أيضا أن الدم في بركات وفي لعنات أو ضربات من يحتقد دم المسيح كم عقابا أشر من الموت بدون رحمة كم عقابا أشر تظنون يحسن مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا وازدر بروح النعمة بينما من الجانب الآخر ما أكثر البركات التي يحصل عليها المؤمن عن طريق دم المسيح إذا ممكن أخ يوسف لأنه طبعا المشاهدين عندنا يعني متنوعة متعددين من كل الخلفيات بشاهدونا في أستراليا في نيوزيلندا في أوروبا في الشرق الأوسط في الخليج في شمال أفريقا في أمريكا الشمالية بشكل كل بيعرف فكرة الدم أعطينا خلفية عن موضوع الدم حتى نفوت في صلب الموضوع يعني أول ما نقرأ عن الدم في تكوين أربعة ونقرأ عنه بصورة سلبية ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض إن الدم مش حاجة لبركة على شخص قتل وأنكر اللي هو قاين لقد قتل ودي أول جريمة تحدث في التاريخ عندما قتل ذبح قاين أخو هبيل صورة لما حدث في ملء الزمان عندما اليهود قاموا على رب المجد يسوع المسيح وكانت صرخطهم المجنونة المسجلة في متى 27 دموا علينا وعلى أولادنا وأنا أعتقد أن اللي شافوا في تاريخهم الحزين الماضي واللي لسه حيشوفوا بعد اختطاف الكنيسة في فترة الضيخة العظيمة هو نتيجة تلك الصرخة المجنونة وأنا أتمنى أن اللي يتعامل مع هذا الأمر يتعامل بكل حذر ويطلب من الرب الحكم أتعامل كيف الدم زي ما قلت بيجلب بركات لا حصرة لها لكن احتقاره ورفضه يجلب أيضا دينونة ورح نفوت في هذا الموضوع بس السؤال الأول ليه اختار الله هذه الطريقة طبعا أنا بكرر أسئلة المشاهدين ما معنى؟ ليه الله اختار فكرة الدم مش فكرة تانية؟ فكرة الدم تتضمن نزع الحياة وكأنه عاوز يوضح ويعمق فينا الفكرة أن أجرة الخطيئة هي موت بعد آلاف السنين من التعامل إلهي مع البشر ما زال البشر بيستهينوا بالخطيئة يعني أنا أخطيت ماشي يعني ربنا حيكشر في وشي شوية أو يحرمني مش عارف من لزة معينة الخطيئة في نظر الله الخطيئة خاطئة جدا والرب عاوز يعمق ده فعشان كده عمل نظام الذبائح في النموس إنك لو عملت إيه تقدم إيه فكل خطيئة عايزة سفك دم لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة فالرب عاوز يعمق إن الخطيئة مكروهة عند الله مرفوضة تماما عند الله وإذا احتميت في دم المسيح خلصت إذا احتقرت ذلك الدم جلبت على نفسك القضاء واللعن أخي يوسف في العهد القديم بيتحدث الكتاب المقدس عن يوم بسميه يوم كيبور يوم الكفار أو يوم الغفران أو التغطية إذا منحاول أن ترجم الكلمة العبرية في هذا اليوم يعني حدثنا أكتر أنه كان الكاهن يفوت رئيس الكاهن كان يفوت على أقدس مكان حتى يكفر عن خطيته وخطايا الشعب ليه يعني مرة في السنة يعني أقدر أقول أن فعلا هذا هو اليوم الوحيد الذي كان فيه رئيس الكاهنة فقط ما فيش حد تاني بل بالحري كان في يوم الكفارة العظيم ده اللي هو يوم يوم العاشر من الشهر السابع كان ما يبقاش في حد في خيمة الاجتماع من أول اليوم لآخره يعني ما كان يوجد أحد في خيمة الاجتماع بخلاف رئيس الكاهنة وده اليوم الوحيد اللي فيه بيدخل رئيس الكاهنة بيكتاز الحجاب ويدخل إلى قدس الأقدس كان بيدخل ثلاث مرات في اليوم ده أول مرة بالبخور فقط بدون دم تاني مرة بيدخل بدم عن نفسه وعن بيته طبعا في هذا مفارقة المسيح لم يكن محتاجا إلى دم يكفر به عن نفسه لأنه هو الكفارة لكن المرة التالتة بيدخل عشان الشعب وده بيورينا أن هذا اليوم هو يوم تأسيس العلاقة مع الله يعني الشعب صحيح شعب الله لكن فيه ذكرى سنوية للخطية علشان يعمق فيهم هذا الأمر فيها كل سنة ذكر خطايا زي ما بيقولنا في عبرانين عشرة ففي اليوم ده بيدخل رئيس الكاهنة مع دم وزي ما قلنا ما بيدخلش بدون دم الأول بيدخل بالبخور ثم يدخل بالدم ثم يدخل بالدم عن الشعب وفي هذا كان يعمل كفار الشعب لمدة عام لكن ما كانش كفارة أبدية لأن لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا لكن صورة لشخص عظيم وعمل أعظم بما لا يقاص في المسيح لما دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبديا الجدير بالذكر أنه فكرة الدم ليست موجودة فقط في العهد القديم ولكن منشوف يعني حتى غرض المسيح لما كان مع التلميذ في العلية قال هذا هو الدم للعهد الجديد وطبعا منشوف في الرسائل تكرارا ومرارا بيتكلموا عن دم المسيح خبرنا تفضل يعني الدم في الحلقة زي ما نعرف جاء في بداية الكتاب المقدس ونظام العهد القديم كله مبني على الدم مش بس النموس طبعا النموس أدانا توضيح أكثر لكن من قبل النموس يعني مثلا كيف تبرر هابيل كتاب يقول لنا بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قاين فبه شهد له أنه بار الشهد الله لقرابينيه كيف تقدم إبراهيم إلى الله عن طريق ذبيحة قدمت ذبيحة ولما قدمت ذبيحة قبلة عند الله أما نمش شوية لا أن نوعه أخذ معاه للفلك سبع أزواج من الحيوانات الطهرة والطيور الطهرة بينما بقية البهايم والحيوانات غير الطهرة اكتفى بزوج لحفظ النوع أما ليه أخذ معاه سبعة من الحيوانات الطهرة عشان يقدم ذبيحة وأول ما بنى نوع في العالم الحاضر كان مذبح هو بنى فلك لخلاص بيته ثم بنى مذبحا لتقديم العبادة لما نروح لإبراهيم كان رجل المذبح نعم فبنى في حياته أربع مذبح ولعل أشهرها تكوين 22 لما الرب قال له خد ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي أقول لك فالدم فكرة الدم مترسخة في سفر التكوين لكن نلاقي الجانبين يعني مثلا قلنا إن قايين صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض لما نروح ليوسف وإخواته يقول إننا مزنبون إلى أخينا هو ذا دمه يطلم مننا اللي فكركم بدم يوسف لأن الدم يعني الشخص الذي يحتقر عطية الله الدم حيكون شاهد ضده وليس شاهدا عليه ونفس التعبير يتكلم فيه نبي حسقيال هو ذا دمه أطلبه أما دمه أطلبه من يدك عن أهمية الموضوع ولكن أيضا في العهد الجديد يعني العهد القديم تنبأ عن عهد جديد بحسب نبوة أرمية 31 وبتشوف إن هذا الأمر بيتكرر في العهد الجديد لحظت من خلال تعبيرك عدة مرات وكأنك عاوز تفوت في الموضوع إنه دم المسيح إلو بركات بس بنفس الوقت كمان إلو إيش إيش أستخدم كلمة لعنات ولا ضربات ولا آه طبعا فيه يعني انتقام خلينا أقول ولي الدم سينتقم من هذا الدم الذي يصفك ودي كانت شريعة في العهد القديم نعم شريعة قاتل للنفس إذا مرحش لمدينة المالجة حيطولوا ولي الدم وقعتوا سودا ولكن طبعا البركات اللي من جنيها من ما أكثرها تفضل يعني لو حبينا نسرة بعض وجانب إنها هي فيه مش أقل من 14 بركات لكن سأذكر بعضها تفضل غفران الخطايا لما يقول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا فكيف تتم غفران الخطايا بدون سفك دم لا تحصل مغفرة يبقى إذن إحنا محتاجين وليس دم ذبيحة لا دم الذبيحة ده كان مجرد زي كروت الاقتمان حتة بلاستيكة لا قيمة لها فيها ذاتها لكن قيمتها في رصيدها اللي موجود في البنك هكذا الذبيحة الحيوانية لا قيمة في ذاتها لكن قيمتها أنها تشير إلى ذلك الشخص الذي ارتضى في ملء الزمان أن يقدم نفسه وينبغي أن تقدم بالإيمان لأن الرب نفسه في الكتاب في العهد القديم يعني بما أتقدم إلى الإله العلي يعني حتى الذبائح ما كانت ترضي الله إذا مش مقدم بالإيمان مطلوب الإيمان وبعدين في نور العهد الجديد عرفنا أنها مش هي دي في ذاتها لها أي قيمة تكفيرية لا يمكن أن دم ثيران وجاب لك الحيوان الكبير أو اللي هو الطور لا يمكن أن دم ثيران وطيوس يرفع خطايا لا يمكن ليه لأن الحيوان قيمته محدودة عنده نفسه مش خالدة لكن الإنسان ليه نفسه خالدة فلا يمكن أن الأقل يفدي أو يكفر أو يغطي الأكبر ما ينفعش دي بركة من ضمن البركات لكن ليست البركة الوحيد مثلا في الاتجاه ذاته يقول لنا في رؤية واحد عدد أربع وخمسة غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبي وطلح زينا فيه سلبي وإيجابي السلبي غسلنا من خطايانا بدمه الدم ساطر كل ماضينا الكئيم وجعلنا في منتهى الرفع والسمو ملوك وكهنة لله أبي دي واحدة تانية من ضمن البركات اللي لنا في دم المسيح إذا حبنا نقوله حاجة تانية صلح لما يقول لنا عاملنا الصلحة بدم صليبي إحنا كنا في عدوة مع الله وكنا في عدوة بعضنا مع بعض يعني تكوين ثلاثة الإنسان خالف كلام الله تكوين أربعة أتلخوه فإحنا كنا في خصام وعداء مع الله ومع بعضنا البعض المسيح عمل إيه بدم الصليب صانع عن الصلح بدم صليبه فبرضو دي واحدة من ضمن البركات القرب نحن الذين كنا بعيدين ولا سيما باعتبرنا أمم يعني في العهد الأديم كان اليهود يبصوا للأمم على إنهم كلاب وإحنا كنا كده بعيدين عن الرعوية والامتيازات القومية بس إحنا اللي كنا بعيدين النهاردة صرنا قريبين بدم أي قرب لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم اليهود ما كانش يدخل الأقداس ولا يدخل القدس واللي يدخل كان يموت في الحال إحنا مش بندخل أقداس أرضية لكن بندخل إلى ذات محضر الله الأقداس السماوية يعني مش مرة واحدة وانت على طول انت تقدر تعيش هناك في قرب القلب المحبك وقرب الجريح طبعا أكيد في بركات كثيرة كثيرة أكثر كما ذكرت منها المصالحة صحيح طيب إحنا لما بنتكلم عن دم المسيح نتكلم عن كفاية هذا الدم يعني هو الدم فيه كفاية عن أي شيء آخر حدثنا عنه إحنا قلنا من شوية أن دم الذبائح الحيوانية لا يمكن أن تكفي نظرا لأن قيمة الحيوان أقل من قيمة الإنسان دي حقيقة لكن لما نجي بقى للمسيح قيمته تساوي إيه؟ إذا عرفنا أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد فإن قيمته أكبر من كل العالم فلو جي ملايين البشر يحتموا في دم المسيح دم المسيح يكفي يكفي ويزيد يعني يعني مش هيحصل أن الله يقول خلاص أنا مش قادر أكتر من كده الله سيفتح ذراعيه على اتساعها لكل من يريد أن لكي لا يهلك مين كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يعني عكس الذبائح الحيوانية الذبائح الحيوانية محدودة فتدي كفارة لمدة سنة وكفارة مش حقيقية لكن رمزية بينما المسيح يدي الملايين فداء أبدي لأنه قيمته قيمة الله وده سر العجيب بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد لماذا ظهر علشان يمكن أن يموت وما بيقول لك وفي الله يموت لا الله ما يموتش لكن هذا الذي كان في صورة الله الذي ارتضى أن يأخذ صورة إنسان لماذا لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت وموته يكفي كم واحد لا يكفي كل العالم ملايين المرات وفعلا في سفر الرؤية بيتكلم عن ترنيمة وهذه الترنيمة طبعا عنوانها أنه الرب يعني اشترانا من كل أمة قبيلة شعب لسان بيتكلم عن ترنيمة الخرف في السماء أخي يوسف سنأخذ فاصل قصير وبعدين إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار الفرصة مفتوحة أنك تتواصل معناه وأنا بشجعك أنك تعرف أكثر عن موضوع أو أهمية دم المسيح في الكتاب المقدس ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة مع الأخ يوسف رياض عن أهمية دم المسيح وبعد إذنك أخي يوسف في معانا مكالمة من الأخت يوستينا من شمال أفريقيا أهلاً وسهلاً أخت يوستينا أهلاً بك سلام المسيح على الجميع أهلاً بك قسيس حضرة القسيس ربنا يجاركك شكراً كتير أخت يوستينا عندك أي سؤال نوجه للأخ يوسف نعم السؤال يقول اليوم كيف يقبل العقل أن الله الذي هو المسيح يسوى يبزق عليه ويهان من البشر الذين خلقهم ثم يموت هل الله يموت أخت يوستينا طبعاً أنت من شمال أفريقيا ومن خلال سؤالك أكيد أنت اختبرت يسوع المسيح أكيد ربنا يباركك ربنا يباركك سؤال كتير كتير حلو سمعت السؤال أخ يوسف تفضل السؤال كان هل الله يموت والإجابة لو كان لو كان الله يموت فلماذا التجسد لماذا الله ظهر في الجسد ليه ظهر في الجسد لأن الله له وحده عدم الموت فالله لا يمكن أن يموت لكن الله ارتضى مش أن يتحول غلطة شائعة وغلطة بشعة الله لم يتحول ما فيش حاجة اسمها الله يتحول الله لا يتحول لكن الله اتخذ لنفسه جسداً والكلمة صار جسداً أو اتخذ لنفسه جسداً وحل بيننا ليه لأغراض كثيرة مش قال من ثلاث أو أربع أغراض وأكثر لكن أهم الأغراض هو أن يموت لكي يذوق بنعز قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يبيد بالموت يبقى مات المسيح ولما مات أباد ذاك الذي له وسلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية الله في لاهوته منزع عن الموت له وحده عدم الموت ولذلك كان التجسد لكي يمكن أنه يموت أو بلغة عبراني 2 من أجل ألم الموت يعني ذا مش بس مات لكن تألم ألم الموت لكي يعتق ويفدي ويخلص فالمسيح ارتضى ذلك بكامل إرادته لم يجبر على ذلك لكن محبة والمحبة ما حدش بيفصر المحبة المحبة فوق التفسير نعم كيف لله أن يحب هذه بقى المعجزة الكبرى اللي انفرض الكتاب المقدس بإعلانها الله مش بس بيحب الله محبة طبيعة الله محبة بالضبط طبيعة الله لا تتغير وصار عندي حب استطلاع لأنه تكلمت أنه المسيح اتخذ لنفسه جسداً لأكتر من غرض ذكرت الغرض الرئيس أنه تجسد عشان يموت ولكن صار عندي حب استطلاع للأشياء الأخرى يعني مثلاً علشان يشاركنا في آلامنا لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يستطيع أن يعيد المجربين لما ترى سفر أيوب تلاقي راجل يعني ظروفه صعبة قوي معنو بار وتقي لكن لطش طلطيش جامد وهو من آلاً لآخر يعني كان يفيد ويفض في كلامه أن ربنا مش حاسس بي هو الله ده يعني برضو عنده ولاده حيموت ولاده هو الله حيبقى عنده غينة وبعدين يتسرق منه الغينة بتاعه هو عنده بقر يعني فكان حاسس أنه الله مش معاه لكن لما الكلمة صار وبعدين ما جاش مرفه ما تولدش في قصر النيرون مع أن النيرون ده ولا حاجة يعني لكن لم يولد في هذا لكن تولد فيه مكان ليس لإنسان لم يكن لهما موضع في المنزل ويضطر يهرب وهو طفل صغير إلى مصر علشان المجرم السفاح اللي هو هيرودس عاوز يعني اكتاز ظروف صعبة ويقول لنا فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين يبقى إيزا يعين المجربين حاجة تانية كمان يبقى قدوة لنا يعني أنا النهار ده مين قدوتي مثلا قدوتي داود بس داود ليه أخطاء أنا قدوتي سامويل بس سامويل برضو ليه أخطاء قدوتي الرسول بولس برضو ليه أخطاء فين اللي مالوش خطأ واحد مين اللي كل الناس تقدر تعتبر قدوتها ونموزجها الأكمل إنه رب يسوع المسيح عاش كده تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواتي عايز تاني تاني طبعا واحد قال كيف أعبد إله إحنا يعني معظم حياتنا معاناة وألام فكيف ما فيش إلا الألام اللي بسبب الخطيئة المسيح تألم بلا خطيئة يعني نوع ألامه تختلف عن الخطيئة لكن ما عد كل نتائج الخطيئة غير الخطيئة من كراهية من مجاعات يعني جاعة أربعين يوم ما ياكلش فتخيل فجرم كل حاجة علشان يبقى خد ولينا ونتخذه مثل علشان نقدر نلجأ له في ظروفنا الصعبة لكن أهم غرض من كل ده هو لكي يعمل الفداء والكفارة عندما مات على الصليب نيابة عنه مات نيابة عنه أمين 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 أخي يوسف أخذ كمان مكالمة معنا أبو مهند على الهوى أبو مهند فضل أنت معنا على الهوى أبو مهند مساء الخير مساء الخيرات تحية محبة للأخ الفاض العزيز وتحية أبو للأخ جيفرياب وشكرا على الكتاب الذي أرسله للأخ يوسف رياض شكرا لكرا ربني باركك أبو ربني باركك تديك كما تقول وأرى الدم وأعبر وأرى الدم وأعبر خروج 12 13 ماذا يعني رش الدم على قوائم الأبواب وأعتافها العليا الدم كان يرمز إلى الدينونة وغضب الله على خطيئة البشر وعصيانهم أتيادا كانوا أم عبيدة أولئك اللين طاعوا وذكروا ووثقوا بصدق وعد الله القائل فأن كل من يرش الدم عليها تعبر عنه الدينونة وتجاوزه كلمة فسح باللغة العبرية تعني أعب أو تجاوز إن العالم يعيش تحضب إله عظيم كما ورد في روميا ومحبة الله وسخته معلنا على كل على كل من البشر حال لأن الله قدوس ومحبته تؤمنا عمل المسيح الكفاري والخلص للجميع ولكن أن رفضنا هذا العمل الذي عمله المسيح عن والصديب قد يكون الأمر الطبيعي الذي يجلب علينا رضب الله ودينونته فضع تسفق بالمسيح دينونه فالتعبر عنه وتتجاوز ثق وآمن به اليوم بل الآن أبو مهند فتحى عند الصديق دم ربي إثمي من القلب الكئيب ذال كل الحمي وشكرا شكرا لحبي نظار شهين شكرا جزيلا أبو مهند ربنا يباركك وربنا يعطيك الصحة شكرا على المداخلة رح أخد كمان مكالمة من الأخ أحمد من مصر أخ أحمد أهلا وسهلا أنت معنا على الهواء أهلا بيك أخو الغالي نظار ربي باركك وشكرا لك على البرنامج الرائع اللي بتعمله بشكرك برضو علشان خاطر استضافتك لأخويا الغالي الدكتور يوسف رياض هو ما يعرفنيش لكن أنا عرفه لأنه الحقيقة من بداياتي وأنا تعلمت منه كتير وهو الأخ مار صمويل لكن الأخ يوسف رياض الحقيقة تعلمت منه كتير ربنا باركك أشكرك على الاستضافة شكرا أخويا على كل اجتهاد أنت بتعمله الحقيقة أخويا الغالي أنا يعني في كتير جدا جدا بتواجه طبعا مع أخواتي المسلمين فبتسأل سؤال يعني يعني يقولوا يعني كلمة الدم بتشير إلى القتل والهلاك والإبادة لو الدم كده يعني هو طريق الله للغفران الإلهي يعني يعني ده يعني إن الله إله دموي فأحب أسمع إجابة من أخويا المهندس يوسف رياض على السؤال ده تكون شافية ووافية يعني وبشكرك مرة تانية يا أخوة الغالي وربنا يبارككم ويبارك خدمتكم يا رب شكرا حلو ربنا يباركك ويحميك يا أخ أحمد وفعلا سؤال سؤال كتير مهم تفضل أخي يوسف يعني من جانب الدم فعلا بيتكلم عن القتل وعن الإهلاك وأنت ذكرت في دينوني وفي بركي بزط أنا ذكرت إنها الدم فعلا يعني مثلا لم يكن دم هبيل بيشفع في قيين بالعكس ده دم أخيك صارخ كن إلي من الأرض أنت ملعوم من الأرض اللي فتحت فيها لتقبل دم أخيك ونفس الحكاية دم المسيح مش أقل من كده لا ده أكتر من كده بما لا يقص وحيجلب على كل الرافضين لعنات ودينونات لما قالوا دموا علينا وعلى أولادنا أنا أعتقد إنهم مش قادرين يعرفوا حتى اللحظة يعني الكلمة المجنونة اللي هم قالوها لكن حيعرفوها في المستقبل لكن من الجانب الآخر الدم هو مصدر الحياة أنا محتاج مثلا واحد يتبرع لي بدمه لما بكون مثلا بعمل عملية أو نزفت دم كتير فالدم مش كله بيتكلم عن جانب سلبي لكن في جانب إيجابي طبعا بالنسبة للرب يسوع المسيح الذي أعط فدانا بدمه إحنا استمتعنا بخلاص وغفرانه على حساب دم المسيح لأن الدم يكفر عن النفس وجبنا سيرة إن عاملنا الصلحة بدم صليبي صالحنا مع الله ومع الناس غسلنا من خطيانا بدمه جعلنا ملوكا وكان ففي بركات في الدم وطبعا في لعنات إحنا أشرنا للعنات وأشرنا للبركات وعلى الأخ العزيز أحمد أنه يعني يوازم بين الأمرين أيوة في بركات في الدم طبعا وفي لعنات إذا رفض ذبيحة الرب يسوع المسيح وأنت ذكرت الآية من العبرانيين والازدرة بروح النعمة بالضبط وحسب دم العهد وحسب دم العهد أيوة وأنت بتتكلم أخي يوسف برضو اقتبست أنت جزء من الآية في حبيت لما ابتدت أنت ذكرت أنه الدم مذكور قبل النموس أيوة وبعد يوم الخمسين مذكور أنه في مجمع الكنيسة الأولى في أورشليم برضو حاسموا أنه عدم أكل الدم وهذا طبعا تعليم كتابي ولكن يقول في تحريم أكل الدم في سفر لويين إصحاح 17 وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما أجعل وجه ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها لأن نفس الجسد هي في الدم فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم لأن الدم يكفر عن النفس وبعدين بيكرر الآية كذا مرة أنه لا تأكل الدم في آية 14 لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه لأن نفس كل جسد هي دمه كل من أكله يقطع شرح لنا شوي هذه الفكرة لأنه عاوزين نرد كمان على الأخ أحمد يعني بالنسبة لهذا الموضوع آه يعني النموس يطاع لا يطوع يعني الله لما بيدي نموس القانون قانون حتى في الدول النظيفة إذا أصدرت دولة قانون فعلى الجميع مش واحد يقول لك أنا مش مختنع بالقانون أنت مختنع مش مختنع دي قصة تانية لكن أنت عليك تنفيذ فالنموس نموس الله يطاع ولا يطوع هنا ممنوع أكل الدم تحت طائلة الموت وده اللي قاله هنا أن النفس اللي هتاكل الدم تقطع ما فيش تفاعل والحياة والحياة آه وهو قال كده الدم يكفر عن نفس الدم ده نصيب الله وعشان كده أنا أعطيته ليكم مش عشان تكلوه تشربوه لكن تقدموه على المسبح للتكفير عن نفوسكم اللي هي ببساطة بدون سفك دم لا تحصل مغفرة اللي هي ببساطة النفس التي تخطئ هي تموت أو بديل نائب عنها يموت بالنيابة عنها وده الأمر اللي اتضح من القصة القديمة اللي بيؤمن بيها حتى إخواننا المسلمين بيؤمنوا بهذه القصة بتاعت تقديم إبراهيم لابنه ما قالوش أنا دلوقتي عرفت أنك مطيع وأنك عندك حب وإثار خد ابنك وروح ما قالوش كده لكن قالو قدم الكبش ده بدال ابنك يبقى إذا في بدلية نعم البدلية دي هي موضوع المسيحية مين البديل بتاعي مش كبشة ولا خروف ما ينفعش لكن ابن الله ينفع ابن الله ينفع قوي ده ينفع بزيادة وعشان كده المسيح لما مات على الصليب كان في ذلك بديلا عني وعن ملايين ما نعرفش قديه لكن بكرة العيون تشوف لما يسوعيك كمان بيستحضرني لما كان المسيح معلق على الصليب وطبعا نكس الرأس وأسلم الروح عشان يتأكدوا في جند رومان الطعن جنب المسيح خرج مكتوب دم وما للتأكيد على هذا الموضوع بس طب وإتمام للنبوة اتمام للنبوة يعني يقول ويقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه ومش بس كده لكن هذا هو الذي أتى بماء ودم ليس بالماء فقط يعني كل الأنبياء جم بالماء الذي يشير إلى كلمة الله هكذا قال الرب المسيح ما قالش هكذا قال الرب الأما أنا فأقول لكم لأنه هو الرب لكن مش بس كده وجاء بالدم وده محدش عمل وتختم بدمه بالضبط ختم بدمه أمين رح أخذ كمان مكالم يا أخي يوسف معانا الأخ جون من البحرين أهلا وسهلا أخ جون ات معانا على الهوى أهلا وسهلا أبونا الرب يبارككم ويسعد مساكم ويا رب يبارك خدمتكم ويباركك حبيب أخ جون تفضل أنا طبعا عابر من تقريبا أربع سنوات بنعمة الرب وتاب على الكنيسة الإنجلية في البحرين ربنا يباركك حبيبي ربنا يباركك طبعا أبونا أنا عندي مداخلة حابب أنه هيك أوضح لماذا نحن نحتاج دم الرب يسوع المسيح لماذا نحتاج البديلية عن العقاب طبعا استحضرني هيك قصة يعني من من عقلي اللي هي بتقول أنه هناك فتى كان هناك فتى يثير المشاكل ويثير المتاعب ويكسر ويؤدي فهذا الفتى في يوم من الأيام وقع و من أثار الوقعة أجاء كسر أو أجاء جرح بس بس لما نرجع شوي بالفيديو أو بالقصة اللي وراء بحضور الرب يسوع المسيح ليكون هنا ليتلقى أنه هاي الضربة اللي هي نتيجة حتمية للضلال وبنفس الوقت مننزع اسم الفتى ومنضع مكانه الأمم العالمية هذا ما حدث في أورشاليم هذا ما فعل الرب في أورشاليم ليكون مخلص لأمه من ألم كسر أو ألم جرح ويعطيها فرصة أنها تكمل من جديد وليتمم ما أوحية عن مخلص بني إسرائيل من نبوآت ويعطينا يعني كيعطي الشقي خبزة وماء ليستمر في الحياة كان هو جسده ودمه لإلهنا المجد الدائم بتمنى أنه هاي القصة هيك الصغيرة توضح لماذا كانت فداية الرب يسوع المسيح مهمة في حياتنا ويعني ما مدى احتياجنا إلها يعني شكرا جزيلا أخ جون حبيبي ربنا يباركك ويحميك كمان ويستخدمك في البحرين وأنا بشكرك كتير على المداخلي بس توضيح بسيط جدا لأحبائنا المشاهدين المسيح الجرح وهو مجروح لأجل معاصينا لم يكسر يعني وطبعا فيه يعني رمز مهم جدا بنرجع لقصة سفر الخروج حمل الفصح ما كان يكسر عظم وتتميم طبعا للنمو ولكن جرح المسيح صحيح يتأكد براءة أو بالبر أنه هو عيد الفصح عيد عيد في التقاليد في التقاليد المعاصر ليسوع المسيح كان بيدرك أهمية هذا الموضوع العجيب يا سيس نزار أنه جالهم اللي مفوش ولا عيبة ولا حد منهم عرف يطلع في عنوان علته اللي تحطط على الصليب هو إيه هذا هو يسوع الناصر الملك اليه طيب فين العلة أين العلة العلة فيكم أنتم الذين رفضتم ملككم اللي جاي لكم من الله ما فيوش علة وصلبوه يسوع المسيح كان في العلية مع التلاميذ أي وطبعا التلاميذ بعيده الفصح بعيده الفصح اليهودي وفي عدات منها ذبح الخروف ونوعية الأكل اللي بيأكلوه وطبعا إشارة لصفر الخروج أنه كيف لازم يكون مستعدين ولكن الرب يسوع في هاي الليلة بيتكلم عن دم العهد الجديد لمغفرة الخطايا دم العهد الجديد في هذه العلية طبعا كان لازم يوضح فكرة أنه فيه شيء يعني الفصح كان مرة كل سنة وكان اليهود هن اللي بعيدوه بس مش كل الناس لكن الفصح بتاعنا فصحة نحن منعيد فيه كل يوم ومرارا وتكرارا ومش بس لليهود لكل الأمم وكل العالم بتعيد إيه هاي الليلة بالذات مهم جدا دم العهد إذا ممكن تكلمنا دم العهد لأن العهد الأول يعني اليهود عندهم عهد مع الله ويقول فيه شع ستة كآدم تعدوا العهد يعني بكل أسف جالهم العهد والعهد ترش بدم ذباء حيوانية وهم كسروا العهد يعني ثلاث وصايا الأولانية في النموس كسروها بني إسرائيل قبل ما ينزل موسى باللوحية الشريعة ده الإنسان يعني الإنسان اللي يقولك أعمالنا وأخلاقنا وأعمال الصالحة اللي بنعملها فيش كلام زي كده أبدا ده خداع الشيطان خلينا أقول مع المرنم إبليس بياخد عضميرك إبليس بياخد عينيك ما فيش حد مش محتاج لخلاص الله الدم بقى العهد الجديد ما تعملش بدم ده بقى حيوانية لكن بدم أفضل أعظم اللي هو دم المسيح دم يسوع يشفع في الملايين فعلا ويا بخت كل ما نحتمى في ذلك الدم إحنا قلنا عيد الفصح كان يترش الدم وأرى الدم وأعبر عنكم وده اللي حصل مع الملايين اتعبر عنهم مع أننا نستحق الموت لأن بكر المصري مش أفضل من بكر الإسرائيل ولا الإسرائيل أفضل من المصري الكل يستحقوا الموت لماذا لم يمت بكر الإسرائيلي عشان نحتمى في الدم فقط نحتمى آمين ناخد كمان مكالمة معنا الأخ إبراهيم من المغرب أهلا وسهلا أخ إبراهيم أنت معنا على الهوى بس النور بس النور شكرا أخيرا حبيب إبراهيم أهلا وسهلا أنا أعرفك طريق يوتيوب أعرف قناة على يوتيوب ويشرفني ويسعدني أني تتحني فرصة التصال بكم شكرا أخ إبراهيم لدي سؤال فيما يخص موضوع الحلقة عن الفداء موضوع الفداء في المسيحي هل يعني أن نكون مسيحيين مثلا أنا بالمناسبة عابر يعني كنت مسلم سابق حتى نوضح الأمور يعني لست مسيحي الولادة لست مولود مسيحي لكن تعرفت على الرب تعرفت على الرب يسوع المسيح له المجد وتعمدت وأصبحت يعني إيماني في نمو رويدا رويدا لكن هناك دائما تساؤلات فضل فيما يخص سؤالي هل يعني مجرد أن أنا مسيحيين يعني بغض النظر عن أخلاقنا وتصرفاتنا هل بمجرد أن أنا مسيحيين سندخل يعني الحياة الأبدة يا ملكوت السماوات هل كل مسيحي سؤالك كتير كتير مهم يا أخ إبراهيم وبتمنى المسيحيين اللي بشاهدونك كمان يسمعوا الجواب فضل أخ يوسف الجواب قالوا المسيح ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات اعتراف الشفاتين مهم لكن لكن مش هو ده الأهم ماذا عن قلبك فإذا قلت أن الرب هو ربي عليك أن تثبت وتبرهن ذلك بحياتك أما أن مجرد أنك تقول أنه هو ربي طب ماش هو ربي الشياطين يؤمنون ويقشعرون لكن حيفدهم إيه إيمان الشياطين إذا كانوا عايشين في نفس الخطايا فإذا محتاجة توبة ورجوع لله وأنك لما تعترف أنه رب يكون اعترافك بكل قلبك ده مهم جدا فمن يستطيع أن يدخل ملكوت السماعات أو كما قال رسول بطرس للمسيح فمن يستطيع أن يخلص في الحقيقة إحنا ما نقدر شي بس هو يقدر لكن مش كل مسيح هو مسيح يعني هاي اللي بيقول يعني رب كتار لكن هالكل من يقول عشان كده قال بل الذي يفعل إرادة قابل الذي في السماعات في الحال الموضوع صعب علينا لكن مش صعب على الله وأنا دوري في الخلاص إيه أني أجي للرب معترفا بحكتي إلى الله يا رب أنا محتاج لك أنا بدونك لا شيء أبدا أنا يا رب بدونك لا شيء فأنا محتاج رحمة منك ومحتاج قوة من عندك الولاد أصدقل الخلاص من ضمن أسماء ولادة جديدة يعني الله يولدك من مصدر جديد قال كلام دا لنخودي موسوه هو شيخ قال له طب ازاي رجل شيخ زي يدخل بطنمه قال له من غير ما تدخل بطنمك أنت محتاج تتولد من مصدر جديد اللي هو الله لما تتولد من الله حيديد لك طبيعة إلهية حتبقى شريك الطبيعة الإلهية دي الولادة من الله وحيديد لك عطية الروح القدس حتعيش حياة تكرم ربنا مش مجرد أنك تقول يا رب أو أنك تغير في الشهادة ولا في البطاقة ولا في أي حاجة خانت الديانة من إله لا ما دي ما تقضيش مصلحة ولا ليها قيمة يعني بتأمل أنك سمعت الجواب أخ إبراهيم وحب أأكد لك أنه مش كل مسيحي هو مؤمن حقيقي بالنسبة للرب إما أنك تكون في الإيمان في يسوع المسيح في المسيح أو خارج دائرة المسيح ما فيش شيء اسمه الوسط الوسطي لا إما مؤمن أو غير مؤمن بغض النظر شو خلفياتنا مسيحي مسلم يهودي بودي أي شخص مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص أخي يوسف مش عارف أنا موضوع كبير كبير موضوع الدم في العهد القديم وفي العهد الجديد لو بننعمل هيك رابين بأكم دقيقة وعاوز تحكي لنا عن أهمية دم المسيح إيه ممكن تكلمنا عن الدم اتوضحه لكل مشاهد الدم مفيش يعني واحد يهب شيء أو يعطي شيء أفضل من أنه يعطي دمه الجود بالنفس أقصى غاية الجود فواحد قد لك نفسه قد لك حياته وهو فعلا زي ما قالت الصورة الجميلة سألت ربنا قد بتحبني فتح زراع على اتساعها ثم نكس رأسه وأسلم بعد كده جاو جندي تعرف بحربة في جبه وللوقت خرج دم وماء كنا محتاجين للدم نعم للتكفير كنا محتاجين للماء نعم للتطهير وبدون هذا وذاك ما كان يمكن لأي إنسان أن يخلص خلصنا شكرا لله بركات لا حصر له نخدها عن طريق دم المسيح يعني دم المسيح بياء للمؤمنين به بركات جزيلة جدا رائعة جدا يعني وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهاداتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت ده حتى الكلام ده بيتقال عن ناس هتيجي بعد اختطاف الكنيسة أنا مش عايز أدخل في التفاصيل النبوية لكن عايز أقول أن قيمة دم المسيح لا ما نعرفش نجيب أولها فين وآخرها فين لكن الله عنده جود كثير من نحونا عاوز يدي هو معطاء هو كريم جواد لكن على أساس البداية هو أن الإنسان يقبل ذبيحة المسيح الفداية وإلا ابن الله ييجي من السماء للأرض ويعيش ويتقلم ويتهان ويتصلب ويموت ويتدفن ويقوم وبعدين يعني كل ده مالوش قيمة عندنا لا في الحقيقة يعني مأساة كبرى كان أفضل مش عايز يتوب أن الرب ما يجيش لكن جه أنا مش بختار النهار ده هو ييجي ولا ما يجيش يموت ولا ما يموتش هو جاء ومات وقدم العطية لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة والحياة الأبدية مش كمية حياة كبيرة لكن نوعية حياة مختلفة يعني الملايك معنهمش حياة أبدية حتى لو كان لهم تواجد إلى أبد الأبدين لكن الحياة الأبدية هذه الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت إذن الحياة الأبدية نوعية حياة الله حيات الله أنا أشارك الله في نوع حياته الإجابة نعم عشان كده مساكين اللي فاهمين إن الجنة جنة الخلد مجرد لذات وحاجات منها كتير يندلها الجبين ويخجل منها الإنسان المحترم لا الحياة الأبدية بمعناها هي ذات نوعية حيات الله شاركة معه قداسة مطلقة كاملة أمين أمين كنفس الحلقة تكون أطول شوي أخي يوسف ولكن ربنا يباركك ويبارك خدمتك إخوتي وأخواتي طبعا هذا موضوع في غاية الأهمية خلينا أقتبس آية من رسالة بطرس مكتوب لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيراتكم الباطلة التي تقلتمها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ودانس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر لنا في الأزمنة الأخيرة فعلا افتدانا بدم المبارك الطاهر الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا أنتم البعيدين سرتم قريبين بدم المسيح إذ لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع يا كان بيتمنى المرنم واحدة سألت من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب كل الأيام كان بيتمنى ولكن هاي الأمنية حققت أنه صار إلنا الدخول 24 ساعة 365 يوم حتى سنة الكبيسة 366 يوم الباب مفتوح كل ما عليك تقول له يا رب أنا بقبل خلاصك بالإيمان أنك فديتني واشتريتني وبررتني وخلصتني وطهرتني بدمك الكريم أشكرك على عملك العظيم بأتمنى من كل قلبي أنك تطلب الرب ومنحب نسمع منك إلى اللقاء والرب يباركك اشتركوا في القناة